اهلا بكم شباب و كيف الحال معكم السابق اليوم متكلم عن تجميعة GTX 1080 بأقل من 5000 ريال سعودي سعر ما كنا نتخيله قبل شهر او شهرين لان الاسعار على الكروت كانت مبالغة فيها و ضو اسعارها صراحة في عدة اسباب على هاي الاسعار اذا تابعون تشوفون الفيديو كامل تقدرون تابعونا في وائد معلومات حلوة مفيدة اذا تابعون تشوفون بس التجميعة هاي هو الرابط بيكون فيه description ادشون على الرابط تشوفون كل القطع و اسعارها و من وين تشترون القطع دي مع ان القطع كلها موجودة بعد على امازون تقدرون تاخذونها من هناك اذا تابعون تبدلون القطع بعد ما في مشكلة تقدرون تبدلونها وتشوفون الاجمال الجديد السعر صار 1173 دولار تقريبا 4500 ريال او 450 دينار بحريني فانا كتبت 5000 ريال لانا ادري ان الشحن بكلف و حسابتها تقريبا بيكون حدود ال5000 ريال مع الشحن بس اذا عندك طريقة ثانية احد يبلك القطع ولا شاي السعر بيكون تقريبا 4500 ريال فخليت حسبة الشحن تقريبا 5000 ريال خلنا نبتدي مع القطع اللي موجودة في هاي التجميع دي سويتها شوي تجميعة رايزن و فيها GTX 1080 و قطع حلوة و زينة ما فيها قطع كاتشرة يعني ما فيها قطع مبزينة ولا قطع والله يعني باور سبلاي رخيص يعني مثلا خليت هارت ديسك ما خليت ssd لا ما في منها الاشياء كل القطع محترمة اذا تخلي قطع ارخاص او تستخدم قطع عندك مثلا هارت ديسك عندك اردي مثلا خلي نقول عندك كيس عندك بارت سبلاي السعر بعد بينزل بيصورها وايد ارخاص من هاي السعر لذا كرتها مساعد نبتدي مع اسعار الكروت وشي السالفة نشوف على السنة كاملة الاسعار كانت اوه شي طبيعية في حدود الـ 560-600 دولار ومرة واحدة تشوفون الستوك كامل خلص كل الكروت بدا تتخلص هاي على كارت الـ GTX 1080 من EVGA طبعا كلهم تقريبا نفس الشي بيكونون تشوفون ان الكروت كلها هني بدأ تتخلص ليش لان الـ Bitcoin Miners تشوفون ان كروت الـ GTX تصلح حق الماينينغ وبتدعوا لقارهم سوون ماينينغ كل من ماينينغ يسوي ومشكلة الماينينغ ما يشترون كارت واحد يعني ما يشتري كارت واحد ويركب حل الجهاز حق ماينينغ يشتري 5, 6, 10, 20 كارت 20 كارت يشتري مرة واحدة والسوق ما كان مهيئ حق هاي الشاي يعني لانا متوقعين الجيميرز كل جيمير يشتري كارت واحد ما روح لطلعه والـ Miners وكل ماينر اشتري 20 كارت خلاص الاستوك كامل خلاص سعر كارت الـ GTX 1080 وصل سعر هالتجميعة دي تقريبا 1169 دولار حق GTX 1080 شتاح مينون يعني هالحزة دي خلاص كل من اللي جيمير عاقل ما يشتري تجميعة نصيحتي كانت حق لوانم اشتر لابتوب او اشتر تجميعة مجهزة من Alienware ولا هالشركات بيطلع لك السعر العرخص من تشتري التجميعة انت تسويها بنفسك ما كان يسوى فالحمد الله انا على نوفمبر شريت الكارت مالي للـ GTX 1070 وسويت تجميعة وبعدين الـ Stock كله خلاص تشوفوا الاسعار شوية رجعت حين طبيعية اكثر على جولاي ومرة واحدة امس السعر تشذي طب طب مرة واحدة تشذي خلاص يعني صار سعر GTX 1080 449 دولار يعني سعر 1070 تقريبا يعني سعر فوايد رخيص كلش كلش شفت السعر دي انصدمت مزين ولو بعد امس كان في تخفيض 20 دولار اضافي على هاي السعر دي بس شالو الظاهر كان في غلط واللي استفاد من الغلط مبروك عليك بس كان في غلط وتخفيض اضافي 20 دولار اضافي على هاي السعر الاجمالي ففي كروت ثانية في GTX 1070 مخفط سعره بس صراحة ان احسن اوفر شفته هاي الكارد لان هاي الكارد وايد زين من EVGA شركة يعني معروفة وانا سويت تجميعة GTX 1070 بكارد EVGA كان ممتاز صراحة انت قرنوا تشوفون الفيديو مع الرابط في الـ description فانا خذيت الـ 1080 لانا سعره ممتاز صراحة ما في عليه كلام تبتلعب على الـ 1440P او الـ 2K ما في مشكلة تبتلعب بتردد عالي 144 هرتز ما في مشكلة يسوي كل شي هاي الكارد اللهم الـ 4K لا تتوقع يعني كل لعاب اكثر من الـ 60 فريم ها باك يبيل الـ GTX 1080 طبعا ليش نزلت الاسعار بهاي الدرجة دي انا قل في سببين اللي اشوفهم السبب الاول ان كان في طلب عالي معناته لازم الستوك يزيدونه عشان يلبون الطلب فبظاهر انفيديا يعني دزوا تشيبز زيادة حق البارتنرس حق EVGA حق MSI حقهم قولهم يلا يلا سووا اكثر سووا اكثر كروت اكثر عشان يلبون الطلب ومرة واحدة الـ Bitcoin خلاص الله يرحمه نزل السعر مرة واحدة شذي فالمينرز الظاهر بعد شافوا انه ما ينفع مرة واحدة يعني تفع على الـ GTX 1080 والكهرباء واخراتها الـ Bitcoin سعره نازل فما يسوى انه يسوي ماينينغ قلّوا الماينرز قلّ الطلب ستوك زاد فالسعر ينزل السبب الثاني بعد اشاعات كثيرة كثيرة على الـ GTX ما نعرفش اسمه 1180 او 2080 ما نعرف GTX 2080 ما ريش انه هو ما لا اسم بس صوار بدأت تنزل عليه اشاعات بدأت تنزل عليه فالاوادم حين الظاهر ناطرين ها اشتري 280 ولا اشتري 1080 كل من ناطر نصيحتي لكم اذا تبي احسن performance انطر شوية بس احتمال الكارت دي والأوفر دي ينتهي لانه عقب ما ينزل الكارت اليديد عقب ما يخلص الكارت اليديد الـ GTX كل من يرجع يشتري 1080 يقول يالله بأشتري 1080 خلاص ما يقدر ينتظر والاسعار يمكن ياطر الطبيعية يخلص الستوك الله اعلم ما عرف صراحة فنصيحتي اذا تبي احسن performance انتظر اذا تبي بس شي شغل العابك وperformance عسل عندك هاي الكارت لانه بيشغل كل الالعاب حتى لو نزل الـ GTX 280 في النهاية هاي 1080 بيشغل لك الالعاب كلها اللي تبيها على resolution 1080p على resolution 2k حتى على resolution 4k على بعض الالعاب بيشغل لك فهاي النصيحة القطعة لهاية هاي AMD Ryzen 5 2600 هاي القطعة ممتازة حق اللي بيسوي live stream على تويتش على يوتيوب اللي بيسوي مثلا تحرير فيديو حق اليوتيوب نفسي انا نزل فيديوهات هاي ممتاز المعالج حق الشغل وفي نفس الوقت بعد باداءة زين حق الجيميج فالـ Ryzen 5 2600 سعره مناسب حاليا مخفط سعره اذا تبي شي احسن فيه 2600X بـ 225 دولار بس ما يسوى صراحة لان الفرق بينهم واذا تبي بعاد شي احسن عندك 2700 و 2700X بتقريبا 320 300 دولار لكن نصيحتي اذا تبي شي رخيص قوي عندك Ryzen 5 2600 اذا انت ما بتسوي live stream ما بتشتغل على Premiere Pro والادوبي وهالاشياء خذ الانتل i5 سعره تقريبا يمكن تلقي بنفس الحدود i5 مناسب بس ما بيكون نفس اداء دي في الشغل خلي نقول طبعا لازم الماثر بورد يتوافق مع المعالج اللي اخترنا احنا اخترنا AMD 2600 معناته من سلسلة الـ 2000 وماثر بورد MSI X470 بيتوافق مع المعالج اللي اخترنا واخترتانا الـ Gaming Pro من ارخص الماثر بوردات اللي موجودة حق X470 وفنفس الوقت يعني شركة محترمة وزينة اذا تبي شيء ارخص عندك الـ Gaming Plus 129 دولار فارق 10 دولار صراحة الـ Pro شوية احسن الـ I-O Shield مرتب اكثر اذا تشوفون هني مرتب بالنسبة لهذه الـ I-O Shield الثاني مبطل كل شيء بشكله شوية تشيب يعني انا خذيت الـ Pro قلت احسن مغطى الـ I-O Shield ارتب يعني 10 دولار حرام عليك توفر شام اخ شندي 40 ريال توفر يعني ما يسوى عليك فخذينا الـ Pro اذا تبي شيء احسن عندك الـ Pro Carbon بس السعر بيرتفع بفارق اكثر تقريبا خلنشوف 179 دولار وبيكون فيه الـ RGB احسن ومواصفات احسن مسانا خليت على الـ Gaming Pro طبعا حين لازم تاخذ رام وتكون حذر في اختيار رام يتوافق مع الماذربورد اخترت انا لكم الكورسير Vengeance LPX 16 GB performance ماله ممتاز مع الـ Ryzen خليت تردد اعلى ولا تنسي اقل سعره حاليا 159 دولار طبعا دعم اذا بتختارون الرام تأكدوا من الماذربورد او البلاتفورم يعني مثلا الـ AM4 يقول لك هو dual channel رام معناته الرام مفروضة تركبه قطعة وقطعة ثاني فهني لازم تركب قطعتين ما نصح ان تشتري مثلا هذه قطعة واحدة وتركب قطعة واحدة ويعبالك وتحصل الـ Performance ما بتحصل فانا اخترت القطع اللي خلي نقول كلها التوافق مع بعض شون تتأكد اذا الرام يشتغل على الماذربورد ولا لا تأخذ حين الموديل هني نسوي كوبي تروح على الموقع الرسمي حق الماذربورد اللي اخترته فاحنا اختارنا الـ Gaming Pro ندش على support بشكل عام بيكون نفس الشي او بتشوفون بعد compatibility ندشون عليه بعدين بيسئلك عن نوع المعالج فاحنا عندنا الـ 2000 series نزين فنشوف انه في وايد رامات هني مدعومة ونحط رقم الرام اللي احنا نبيه ونشوف ان الرام مالنا مدعوم وفي طبعا نسخ version فلازم تتأكد وتدقق وتشوف بس بشكل عام نشوف ان الرام مالنا بيشتغل بدون اي مشاكل ننتقل للـ SSD وانا اخترت الـ SSD اللي ركبته في التجميع اللي رايتكم تجميعات الـ Ryzen نفسه هو الـ My Digital SSD BPX performance مالا عجيب سعره رخيص اكثر من شذي اشتاب يعني الـ performance نفس ما تشوفون الـ ريد 2700 MB والريت 1400 يعني طبعا اذا تب يتوفر تقدر تاخذ SSD عادي SATA 3 اللي يركب فيه الكابل ما نصح بهاي شي لانا الماثر بورد يدعم NVMe او M.2 اللي يركب داخل الماثر بورد سرعته وايد اعلى خلي نقول سرعته 3-5 مرات اسرع من الـ SSD العادي ويعني 99 دولار فارق ما بيكون وايد بينه واذا تب اقل عندك 120 GB 59 دولار واذا تبي اكثر عندك 480 GB 159 دولار هاي سعره مناسب اداءه مناسب فخليتها لكم طبعا اذا تبي تلعب الالعاب لازم عندك هارد ديسك فاخترت لكم سي جيت باراكودا 2 ترابايت اذا عندك هارد ديسك حاليا تقدر تستخدمه اذا تبي اضافه على تاخذ 4 ترابايت 8 ترابايت كيف انت اختار على اللي تشوفه مناصب لانه سرعته زينه و 2 ترابايت مساحة كافية حق تخزن كل العابك ونفس ما قلت لكم حتى الاس اس دي سرعته وايد زينه والان في امي ام دوت تو سرعته وايد زينه فيعني مناسب لالجيمرز باور سبلاي لقيت عرض عجيب وما لا حل هاي الباور سبلاي بـ 50 دولار 650 وات من شركة اي في جي اي وبرونز برونز معناته تقييم خلي نقول كفاءة اداء الـ باور سبلاي باور سبلاي محترم مو نوع كاتشرا بينفجر عليكم واللي بيخترب بيحرق لكم من القطع لان اذا خليت باور سبلاي كاتشرا بيخرب قطع اكترا احتمال عود يعني نزين فاور سبلاي محترم وفوق ذي موديلر او سمي موديلر سموها سمي موديلر معناته معظم الاسلاك بتكون مو مركبة وانتا تركب بس الاسلاك اللي تحتاجها وهي الشي وايد بيساعد في ترتيب خلي نقول تسليك الكمبيوتر عندك وننهي الموضوع بكيس عجيب وحلو هو الفانتكس P300 كيس محترم من شركة محترمة فانتكس شكله وايد حلو واذا حين لاحظتوا كملة التجميعة احمر واسود فعندنا الكيس احمر واسود وفي عليه LED احمر عندنا بعاد الموتربورد LED احمر رام اسود يعني القطع كل ايكانات احمر واسود فتشوفون تجميعة كاملة حلوة وبرفورمانس مالها ممتاز وسعرها اقل من 5000 ريال سعودي واذا تابعون نصيحة الكيسات يسون لها شحن بس سعرها يكون غالي اذا لقيت كيس سعره مناسب عندك في ديرتك خذك الكيس لانه سعره بيكون وايد ارخص بدون الشحن لكن حساب تكامل مع كل شيء الحمد لله السعر كان مناسب مع الشحن حق الكيس وكل شيء اذا تاخد القطع كلها من امازون ان شاء الله استمتعتوا بهالفيديو تجميعة GTX 1080 بأقل من 5000 ريال سعودي خبروني شباب في التعليقات شنو نراكم في هاي التجميعة واذا عندكم نصائح حق الناس هل ينطرون حق السلسلة الجديدة 1180 ولا 2080 ولا هل يشترون الكارت حين شنو نصيحتكم شكرا